بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. اما بعد. ده امتحان يوم الجمعة تلتاشر اغسطس الفين تلاتة وعشرين. امتحان ده غريب الاطوار شوية. يعني واحد وعشرين سؤال. ما هوش عشرين سؤال ولا خمستاشر. حاجة غريبة كده. بس هو ده اللي حصل يعني. بقول لك خبالك انا قلت لك قبل كده ان في كلمة اسمها اد يعني يضيف. لكن في كلمة اسمها اد. ايه دي بس دي معناها الاعلان اللي زي كلمة ادفيرت وادفيرتسمنت. المهم عايزك تعرف كده ان دي معناها هياتة زوق. واحفظ دي كويس. لكن يعني مذاقه. وانت في الجملة بتقول لي هذا الشاي مذاقه آآ سكري جدا. فانت هتقول لي هتبقى تقول لي اللي يا رقم بي. طيب انت واحد مسك كبات شاي وعمال يشرب. فتقول لي تعمل لي يا برينس يقول لك انا اتزوق الشاي. فقول لك ايام تيستنج. ايام تيستنج يعني انا اتزوق. وبنفس المانوال برضو كلمة تيستنج معناها كان يتزوق. طيب تيست يعني يتزوق برضو. يتزوق. انا عارف انك هنكتب لي تحت في الكومنت يا مستر تيست ما تجيش فيه المستمر. اسمع مني الكلام ده كده واركز فيه الله يكرمك. رقم اتنين ماهر وانت ماين اف ايوز ذيس فون. عايزك تعرف اني مع مع في السؤال المزيل. السؤال المزيل. يكون على. اسمع دي كده براها كده واركز واحفظها عندك. مع اف سؤال المزيل. السؤال المزيل بيكون على جواب الشرط. يعني ايه? ادي الشرط. وادي جواب الشرط. يعني ايه جواب الشرط يا مستر? يعني الجملة مش اللي فيها اف. يعني انت عندك اف اهي. عندك اهي اف ادي هنا كده. دي سانية واحدة. انت عندك اف اهي. واللي قدامها ده ده اسمه كده ايه? اسمه فعل الشرط. طب النص التانية ده اسمه جواب الشرط. يبقى ده فعل وده جواب الشرط. طيب احنا بقول لي بقى ان اف بتكون على جواب الشرط. يعني على الجملة اللي ما فهاش اف. هنا وانت يبقى انت هتخليها الناحية دي والفاعل ماهر نحط ما كانهي يبقى والهي. يبقى الاجابة كده والهي. سألين المعنى بالعربي اصلا? عايز والهي. انت بتقول لي ماهر سوف لا يمانعه لو انا استخدمته ه مش صح هو. مش هيمنع. يبقى والهي. اي من دول صح? اي ثنك اي ثنك اي ثنك. الفكرة كان بتقول لك انك لو بدأت الجملة مع سنك بقى اي ووي. لو الجملة فيها فعلين يعني. لما قولك مسلا وي ثنك واي ثنك. حلو? وبعدين هي مسلا كان رن. ركز معي. ولو انت قلت لي مسلا يو ثنك هي كان رن. انت عندك كم جملة كده? اتنين. عايزين نعمل سؤال مزعيل على كل واحدة من دول. الفكرة بتقول لك انك انت لو معاك في الجملة اي او وي. فانت بتعمل السؤال المزيل على الفاعل او على الفعل التاني. اللي هو هي كان. فنعمل هنا السؤال المزيل هيكون كانت هي. طيب. لو الفاعل او ضمير الفاعل حد تاني غير اي ووي. فالسؤال المزيل بيكون على النص الاولاني. على الفعل التاني. فلما قولك يبقى السؤال المزيل دونت يو. اقول تاني كده. لو انت معاك اي او وي ثنك. فالسؤال المزيل على الفعل التاني. اللي هو كان والفعل بتاعة هي. طب لو الجملة بدأت بيو او اي او زي او هي او شي او اي حادة تاني. فنستخدم السؤال المزيل على الاولان. حلو. فانا قدامي في الجملة الاولانية بقى عشان يبقى كان عامل كده. وهنا عندك النص التانية من الجملة. بقول لك وهنا قال لك برضو. انت في الجملة الاولانية في الجملة الاولانية انت عملت السؤال المزيل على لان الجملة بدأ باي ووي. في الجملة التانية عملنا على النص الاولان لانها بدأ بيو. المهم. فهنا بقول لك مدام بقول لك يبقى السؤال مزايل على الفعل التاني. طيب يبقى المفوض نقول هنا بقول لك يبقى غلط. يبقى برضو. يبقى 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 دي غلط. يبقى الإجابة كده رقم سي. الجملة اللي بعدها. السؤال المزايل ده انا شرح على قناة اليوتيوب وموجود مكتوب لو انت ما شفتوش ابعات لرسالة على الجروب انا اكتبهه لك تاني. السرعة المحددة هنا لكل المركبات خمسة وستين ميل في الساعة. بص يا برينز انت ممكن تقول خمسة وستين ميل في الساعة تقولها باكتر من شكل. دي قلت دي رقم واحد او او انك تعملها بطريقة تانية تروح اقيل شرطة كده. المهم انا قدامي هنا اان يبقى ناخد اان. طب مش اوار بدقة بالحرف حرف ساكن مفوض ناخد اه. ما انت ما نتقطهاش انت قلت اول. الجملة اللي بعد كده بقول لك عادل مين في دول صح? عادل اه هنعمل بس اللون الاحمر. بص عادل عملنا جملة اعتراضية وكملنا وقفلنا الجملة اعتراضية. طب عادل في هنا مشكلة. الجملة دي في اعتراضية كاملة سليمة زي الفل. بس انت عارف ان لما يكون عندك اه صفة مركبة بعدها اسم فحضرتك مضطر انك تعمل هايفن. وانت عندك بارتايم دي صفة مركبة. المفروض نعمل هنا هايفن. ما عملهاش يبقى دي بوزت. طب هنا عملنا الاولانية. ما عملناش الكومة التانية بس الراجل عمل لك الهايفن. بس باردو بوزت. لانه ما عملش الكومة. طب ادي كومة. واد الكومة التانية. وبارتايم عمل لي هايفن. وفي الاخر عمللي نقطة. يبقى الجملة رقم سي صح. طب عادل نسي يعمل الكمة هنا. بس عملها هنا يبقى الجملة الصح يا رقم. بي. رقم سي سوري عادل. هو از ما عرفش ايه كده. كملناها. تاني كده لازم كومة. كومة على الجملة الاعتراضية. والده صفة مركبة عايزين هايفن. السؤال التالي. السؤال السادس. بحب اقرأ القاسة القصيرة. اكتر من ذلك. علاوة على ذلك. اضافة الى ذلك. ام فوند اف ريتنج بويتري. يبقى انت كلمة اه دي اضافة الى ذلك. يعني معناها اضافة الى ذلك اوه. يبقى تستخدم في يبقى يا باشا. انه مقال هو نوع الكتابة الاكاديمية. اللي بقى مبنية حول الديتيل. مدام قال لك وصف يبقى وضع خلصان. طيب بعد كده. الجزء اللي جاي دا. هو جزء من مقال ايه يا ترى? بقول لك ان الشارع ان محوى الروض الفرج دا او كبري محوى الروض الفرج وواحد من الكبار الكبيرة اللي في القاهرة. آآ وهو اعمل هندسي ومشروع هندسي عملاق. آآ وان هو معرفش معمول بالكبالات وان هو معرفش طوله كام وعرضه كام يبقى عمله يوصف لك في الراجل فيه يبقى ده اسمه عنه ليوصف لك في المكان. يبقى دسكريبتيف. طيب. في الان فورمال الركز في الكلام اللي الرجل يكتبوا لك في الان فورمال ان فورمال الغير رسمي ايميل. انت ممكن تختم بكلمة ايه? لو هو ان فورمال. ممكن في الان فورمال يقول لك باي باي. سي يو لاتر. سي يو زن. سي يو آآ افتر ذات. يبقى اي ان دي بي. لكن يورس سنسر لدي فقط في الفورمال الرسمي. الطلاب بيكتسبوا المعرفة. كلمة يكتسب هنا في الجملة. مين تاني معناه يكتسب? اكواير. وكان ممكن نستخدم كلمة الوحدة الاولى التانية ابتين. ما الكلمتين دول في الوحدة الاولى. انكواير سهلا انكواير بال اي او بال اي. الاتنين معناهم يتساءل ومس يعني يفوته او يفوت. ولوز يعني يفقد او يخزر. السؤال رقم احداشر. ركز كلمة يرتكب وجريمة انت ممكن تعملها بحاجة من اتنين. انت ممكن تقول دو ا كرايم يعني يرتكب جريمة. وبدل دو ممكن تقول مكانها فهنا هنستخدم البوليس يبحثونا عن اللصة التي ارتكب جريمة يبقى كمباتل اكرايم. او هتقول ميك يعني عاملة وكرايم جريمة فنقول عاملة جريمة او عتفتي. اتس امبورتان تو ايت نوت ميلز. من الضروري انك تاكل واجبات ايه كل يوم? اكيد نوزي يعني حشري اللي بتسوي كلمة كيورياس وانكويزيتيف. ولا نوزي يعني صاخب. ولا بلانس يعني 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 يوازن. ولا بلانسد معناها متوازن بالمناسبة. كلمة بلانس يعني يوازن ومعناها توازن نفسه. زير يعني هناك توازن. يعني يجب ان توازن. طب الجملة بقى معناها واجبات متوازنة. طب التوشر. اللي هي الدودة اللي بتعمل الحرير ديت. اللي هي دوت القز دي بيقوله تقريبا. اه بتعمل ايه يعني اه كفر غطاء اللي ممكن يديك تمنمية متر من الحرير الخالص. اكيد بتغزل. ما هو كلمة هنا معناها هيغزل. طيب. انا لا استطيع ايه ان اشتري عربية? انا افضل لي اشتري عربية مستعملة بدل ما اشتري جديدة. يبقى انا لا استطيع انا انا اتحمل. واكد انت افاكر ان احنا قلنا نستخدم قبلها كانت. او عادي زي الفل. لكن لو انت قلتلي اي دونت افورد كده غلط. ليه الغلط? عشان دونت ما تجيش معها افورد. افورد بيجي معها كانت وكودنت وبعدها المصدر. تقرأ اخبار بص السؤال مكتوب بشكل خربوش ازاي? يعني اخبار عالمية. الاخبار العالمية دي هتلاقيها في التابلويد دي ما بتلقيش فيها غير الاخبار لما لاش اي ستين لازمة. يبقى انت اكيد تقرأ البروتشيت. طب بعد كده. سموكرز ار مور ايه تو ديفولوب لونج كانسر. خبالك ديفولوب دي معناها يطور. بس هنا معناها يصاب بامراض بامراض السرطان الرئة. اكتر من الناس اللي غير مدخنين. اكيد المدخنين بيكونوا من المحتمل ان. محتمل يبقى وانت عارف ان اسمها بي. لايكلي تو المصدر. دونت بي ايه. لا الناس هتكرهك. خبالك السؤال ده خربوش شويتين تلاتة. ليه? انت عارف ان ده عبارة عن اسم. طيب انت هنا عايز آآ لا تكن رجلاً حاجة فانت عايز هنا صفة. وبناء عليها نستبعد يا مستر ما هو يعني غشاش ولو ترجمنا هيبقى معناها لا تكن رجلاً غشاشاً. لا مش هتنفع كده خالص. ليه? انت عايز آآ وبعدين صفة وبعدين اسم. فهتخذ ليه هنا دس اونست. فدونت بي ادس اونست من. طب انا عايز تخدم هتقول دونت بي اد شيت وتسكت على كده. زي تريد تو تيك مور دان افير شير افزا. هم حاول ان هم ياخدوا اكتر من قسمة عادلة نصيبهم الحقيق العدل يعني من سبويلز. سبويلز هنا معناها الغنائم. ودي معناها الغنائم اللي بناخدها في الحرب او بعد الانتصار او بعد الفوز باي شيء. احنا مستنيين نتائج الامتحان. قبل محل السؤال ده اريد ان اذكرك بشيء. انك انت ممكن تستخدم wait for او تستخدم a wait بنفس المعنى زي ما قولنا قبل كده. طيب هنا بقى waiting عايزة for. تمام? يعني نقول we are waiting لازم نقول بعدها for. طب تلاقي متسلق. و a wait بتيجي من غير for. و a and the c. ناخد a and the c. لأ مش هناخد a and the c. يبقى هتقول لي we are a waiting the results. او we are waiting for the results. يوروبيا in كندا وهي واحدة من افضل الجامعات في العالم. هي مين الجامعة الاوروبية? انت معرفها ازاي? يبقى هتقول لي هنا the. الجملة دي كان عليها سراع في الامتحان. يعني هو لما ييجي وقول لك مسلا. they decided يعني هما قرروا to build ان هما يبنوا not European university in the Sudan. حلو? الجملة معناها هما قرروا ان يبنوا جامعة اوروبية. شوف نكرة نكرة ازاي? فانت هنا بها هتقول هما قرروا ان يبنوا ايوروبيان يونيفرسيتي. امال انت الجملة اللي عملتها اللي خدت لي فيها زا يوروبيان يونيفرسيتي ليه يا مستر? اسلوبوا لك الجامعة الاوروبية الجامعة في المعنى قال لك الجامعة الاوروبية هي واحدة من افضل الجامعات على الاطلاق يعني هو معرفها لك فاخدنا ذا. طب سؤال هو مش دي بدء بال اي? مش هفوت ناخد قان? لأ مهنة نعطقتش الاي? انت قلت يو روبيان يعني كأنك نعطقت حرف الواي. ليه نحوار مع الموضوع ده بس لما نوصل اسماء ادوات تعريفه التنكير ان شاء الله. طيب فانت هنا الجملة بيقول لك بالعربي كده تاني تاني كده معي. بقول لك الجامعة الاوروبية الموجودة في كندا تحديدا شوف تخصيص ازاي? فانت عايز ازاي. السؤال اللي بعد كده الترجمة اللطيفة الخفيفة بقول لك الانتاج مست جو سايد باي سايد. دي عبد ان يسير جنبا الى جنب مع مع الجودة العالمية. فينبغي ان نزود ونحسن من منتجاتنا المحلية بحيث تستطيع ان تنافس السوق العالمية. تعالى نمسك. لابد ان يسير الانتاج جنبا الى جنب مع الجودة العالمية. وعلينا زيادة تحسين منتجاتنا المحلية المنافسة في السوق العالمية لحد الوقتي صح. امال ايه هو الوطن العربي دي? هي مش موجودة فوق والوطن العربي دي مش في الجملة الاصلية. يبقى هو كده بهبد ودي بوزط. طيب لابد ان يسير الابتكار. الراجل ماهلش الابتكار. قال لك الانتاج. يبقى دي كده بردو بوزل. لابد ان يسير الانتاج جنبا الى جنب مع الجودة العالمية. حلو. وعلادينا زيادة وتحسين منتياتنا العالمية المحلية. المنافسة في السوق العالمية. يبقى كده رقم تلاتة دي صح. تابعي زاهدا في رقم اربعة برضو. لابد ان يسير الانتاج جنبا الى جنبا مع الكمية. لا الكمية اسمها او هو لعب على وطر اني هنا قال لك اللي هي الجودة فانت هتتلخبط بينها وبين فتروح واخد دي وهابدها اذا الاجابة الصحيحة يا شباب هي رقم تلاتة زي ما اتفقنا نعملها باللون الاخضر وبالخط بتخين احتفالا ان احنا خلصنا الامتحان الحمد لله رب العالمين نعمل دي كده حلو كده الكلام قبل ما مشي انا عايز اقول لك ان احنا لحد دلوقتي نزلنا ايه وانت المفروض ما تكونش عادت منه ولا واحدة رقم واحد احنا خلصنا الترقيم رقم اتنين خلصنا كتابة خلصناها وكتابة المقال وكتابة الايميل يا ريت ما تكونش انت سرحان وسرحان من دول رقم تلاتة خدنا اجزاء الكلام رقم اربعة نزلنا فيديو تحليل الكلمات بتاعة الوحدة الاولى الدرس الاول والتاني رقم خمسة نزلنا فيديو حل تمارين الكلمات بتاعة الوحدة الاولى رقم ستة نزلنا كده اجابة الامتحان بتاع الجمعة يوم تلاتاشر تمانية انت عندك كم حاجة كده ستة الترقيم والكتابة واجزاء الكلام وتحليل الكلام ستة حاجات للمفروض حضرتك ما تكونش عدد منهم ولا واحدة ويمشي وفقا للجدول تغنم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.